يجب أن تبدأ خطبكم للناس بالبسملة دون أن يكون أو أن يعني ذلك شيء آخر يقولون أن الناس على دين ملوكهم وأنا أقول لكم العكس إن الملوك يجب دائماً أن يكونوا على دين رعاياهم ليس بالمعنى الحرفي إن الدهماء يحتاجون للإيمان فهو عزائهم الوحيد عن التعاسة والبؤس وأملهم الوحيد في الجزاء بل إن إيمانهم هو على وجه الخصوص ما يحميكم منهم أيها الأحرار في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النص الجميل اللي سمعتوه ده دلوقتي هو من واحدة من روايات المبدعة للكاتب والروائي محمد عباس وهي رواية اسمها بروتوكولات حكماء العرب ده كتاب الرواية أو ده صورة الرواية بروتوكولات حكماء العرب دي كانت رواية أو يعني قاله أستاذ محمد عباس كان عملها إنما الرواية الخيالية دي الواقعية دي بتحكي عن المدرسة اللي بيتعلم فيها الحكام العرب والمبادئ اللي بيتعلموها عشان يقدروا يسيطروا على شعوبهم ومنها وأهمها استغلال الدين للسيطرة على الشعب حتى لو كان الحاكم نفسه كافر لا يؤمن بالدين ده عشان كده هتلاقي الحقيقة مثلا الحكام والتغاء على مر العصور هتلاقيهم اهتموا بالدين جدا يعني أنا مش أكلمك عن إنه نابليون بونابارت المسيح الفرنسي عشان يدخل مصر ويحكم أوهم المصريين إنه جاي يحارب المسيحيين وإنه مسلم بل إنه حضر حضرات ذكر وقعد يذكر مع الصوفية في مصر التغاء على مر العصور كمان يهتموا ببناء المساجد الضخمة اللي أفلست أو فلست ميزانية الدولة من أول أحمد بن طولون لحد مسجد الفتاح العليم في العاصمة الإدارية عبد الناصر مثلا اللي سجن أعظم رجال الدين الإسلامي في التاريخ عبد الناصر اللي سجن الدكتور شاكر وأمثاله بقى وتزلوا وخلوا الكلاب الكلاب بمعنى الكلاب تعذبهم عبد الناصر ده هو نفسه أنشأ إذاعة القرآن الكريم واعتم بالمساجد جدا وكان مستغل عظيم للدين في خطبة وكان الدين عنده حاضر جدا وكان يستخدم الدين كمبرر قوي عشان الناس تصبر وتتكتم تسكت اسمع عبد الناصر مثلا لما استغل الدين في الخطبة دي قاله اسمع نحن في مرحلة انتخال من الرأس مالية إلى الاشتراكين بنبني بننتقل عشان نقيم مجتمع الرفاهي وده لم نحققه إلا بالعمل ما عنديش أنا بير في البيت بنزل في جردل وطلع دهب عشان أدي الدكتور عمنا من القيسوني أو زاكرية محدين أبدا مفيش هتجيب منين انت عايز بيت هتجيب لك منين أنا البيت اللي تكلف ألف أو أول فين جنيه أنا وانت وهو وكل واحد فينا مع بعض نتكاتف ونبني نتدخر ونعمل دي الكفاية لكن ياريت أنا النهاردة أقدر أدوس على زرار بطرع لكل واحد فيه خشاقة ولكل واحد مفيش زراير أدوس على زرار أطرع لكل واحد تليفيزيون وعربية مفيش ربنا قادر على كل شيء ربنا قال لنا اجتهدوا بالاجتهاد والعمل بناخد أفسط كده ربنا كان قادر يد كل واحد فينا وكل واحد من الناس كل شيء وكل متعدني ولكنه فجأة عبد الناصر بقى ولي من أولياء الله وبيكلم على عطاء ربنا وإن دي أقدار وإن ربنا ادى لكل واحد على قد طاقة ربنا حالس كده ربنا وهو ربنا ده يعني بالنسبة له في السجون مش موجود في المعتقلات مش موجود كان حمزة البسيوني يتريأ أو يسخر من الذات العليا من ربنا في سجون عبد الناصر وهو عارف أكد من علماء عميو وحفظت القرآن لأنه عبد الناصر كان بيعرف ربنا كويس قوي وهو ده اللي بيعمله السيسي بالزبط بس بيأفور شوي بيستخدم المفردات الدينية زي بتاعت أنا معاي ربنا ربنا قال لي في كل خطبه تقريبا ولأنهم مزنوئين قوي فيلجأوا للقصة دي إنهم معارفين ده بيأكل مع الشعوب زي السيسي كده اسمع أنا حقف قدام ربنا وهيتلمني وهقول له أنا عملت كل ده ليه عشان أعمل إنسان حقيقي فجي ربنا قال لي طي أنا حخلي معاك أكتر من الفلوس أنا حخلي معاك البركة وزا كان ده يدي ربنا يبقى اللي يقدر على ربنا يقدر علينا هيقول لي الكرسي ده أنا اللي جبتك فيه وأنا اللي حمشيك منه أنا بس اللي قدر أعرف ربنا ساعدنا ساعدنا أكترين أول حاجة لأن إحنا معنا ربنا المفسدين ربنا مش معهم لا أنا عايز يوم القيامة ربنا يشيلني كل حاجة عملتها والله لا أفق أنا وإنتم قدام ربنا أسألكم زي ما أنتم بتسألوني وأحسبكم زي ما أنتم بتحسبوني وأنا قلت الكلام لكتير بس أنت قلوا الورد اسمع مني ربنا قال لأ لا والله لا والله 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 زيتا زيتا فجأة بيتحولوا إلى رجال دين وموعزها حسنة الاستراتيجية القديمة دي في تغدير الناس باستغلال الدين الحقيقة مكنة ما بتقفش ما بتقفش عبر العصور الحاكم الطاغية بيحاولوا بيحاولوا يوجهه السيسي نصيحة ويقولوله أنت المشكلة ارحل خسرت المعركة فالليلة معانا تلات شخصيات تانين خالص بقا بيقولوا للناس ما بتقفش نسأل الحكومة وانحسبها دي جريمة تستدعي التوبة والاستغفار زي ما قال كده حنفة بدأة جبالي حنفة بدأة لما النواب اتنشطه شوية بتعليمات من الأمن الوطني في محاسبة الوزراء قال لهم حنفة بدأة الراجل الرايح يماين ويقبل أقدام بشار الأسد هذا الرجل العار على القضاء المصري جاي يقول للوزراء للنواب توبوا إلى الله في رمضان عن اللي عملتوا في الحكومة اللي عملتوا فيه وفي الحكومة أو الخبر حنفة بدأة بيقول توبوا في رمضان عن اللي عملتوا فيه وفي الحكومة وانت هتتوب ازاي حنفية ده انت هتولع يا حنفي ده كل طفل سوري مات بالبراميل زنبه في رقابتك يا حنفي ده كل بنت سورية تشردت واتباعت في سوق النخاسة في أوروبا زنبها في رقابتك لأنك أعنت ظالما يا حنفي الموضوع مش هزار خالص يا حضرات دي حقيقة ولازم تتوبوا عشان انت قتل حكومة وتستغفروا وتستعيزوا بالله من الشيطان الرجيم قبل ما تكلموا أو تنطوه اسم هذا الرجل حضرة صاحبنا أو الله هتقول لي ايه جعان ومش لاقي ورمضان داخل ورأسعار نار هقولك يا ما يا ما يا ما كنت أتمنى قبلك بابتسك لا لا هقولك سوري هقولك يا ما انبياء واولياء وصالحين شافوا مجاعات وازمات ده الكلام الشخصية التانية اللي معانا النهار ده سعد الضلالي التاريخ مليان نموذج زي ده كتير قوي انا ممكن اجيب لكم نمازج زي ده كتير لعل اشهرهم اذا اسمكتم فابلحوا عارفين الراجل ده كان زيه كده وكان صاحبه تاجر بلح وما بيشتغلش فلجأ لواحد زي سعد الهلالي كده قال له ما تغبط لنا فتوى البلح بتاعنا يبيع فالراجل طلع في الفتوى وقال يا ايها الناس اذا اسمكتم يعني اذا كانتوا سمك فابلحوا كلوا بلح سعد ابو البلح طالع يقول الناس كده بيشبه السيسي بموسى عليه السلام زمان تخيل وطالع النباتشي عمر قديم عشان يقدم احدث اصداراته والبوماته في الفجعانة خلينا كده عن مجاعات الصالحين خلينا شوف كده الهلالي وبيتكلم عن الازمات كده اسمع اعيز اقول حديثين اول اثبت فيهم ان الازمات تحدث في كل الاجيال وفي كل العصور ومع الانبياء والاولياء في عهد النبوة حدثت ازمة في داخل بيت النبوة ايوه فردم ارأيت لو ان بنت خارجه مراتي بنته مرات زوجته يعني لو ان بنت خارجه قامت فسألتني النفقة قالتلي المصروف قليل انا عايز المصروف اكبر فقمت فوجأت عنقها فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هؤلاء حولي يسألني النفقة فقام ابو بكر الى ابنته عائشة وقام عمر الى ابنته حفصة كل منهما يعنف ابنتها ويقول تسألنا رسول الله ما ليس عنده فقلنا والله لا نسأل رسول الله ما ليس عنده بعد اليوم دف أهل أبيات من البادية على المدينة في عيد الأضحى عيد الأضحى بيقى فيه ذبائح الأضحية فسيدنا النبي لما لقى ضيوف جايين سيما أنت عندك في مصر ضيوف من العرب عندنا للأزمة اللي احنا شايفينها لما دف أهل الأبيات سيدنا النبي قال ايه قال ادخلوا سلاثا وتصدقوا بما بقيه فمنع لنا والباقي كله للناس اللي جاي على بابا الله منع صاحب الأضحية أنه ياخد من أضحية طبعا يعني الحقيقة دروس في الأزمات التي مر بها بيت النبوة ودروس في الأزمات نستدعيها دلوقتي بقى الدروس دي النبي أكل ايه أكل الشجر فطالما أكل الشجر نجيب الضلال يقعد يكلمنا عن ده لكن نسأله أخبار انت ملييتك ايه ايه الدعاية ده اللي بيكسب فلوس ويعمل مركز صحي في المنصورة جبتي منين الحاجات دي لا ما عندوش هو الأزمات دي ولا عند خالد الجندي ما عندهمش أزمات مالية ولا أزمات في البيوت بتاعتهم هم معديين بس النبي كان عنده سيدنا وباك بل إن اللي جان السيسي بتعيد نشر مقطع للشخصية التالتة النهاردة شيخ السلطان زي ما بيحب يسمي نفسه خالد الجندي اللي بيبيح أكل الجندي على مواقع التواصل الاجتماعي لأنه أكله مش حرام مش حرام يعني فخلينا نشوف كده قالوا له إيه التغريدات سخرية منه عبدالوهاب الساري مع نهيار الجنين مصري يخرج عضو الله خالد الجن دي بفتوى مرعبة القول بجواز ما حرم الله زندقة لا يجتمع التجويد ولحم الكلاب في فم أبناء مصر يا أسوأ الخلق ده الناس بقى مسكوه سامير العليمي بقى أكل الكلاب جائز لأن الكلب غير نجس ياريت اللي يعرف الشيخ يا جماعة يعزمه على أكل لحمة كلاب محترمة تنيق بما قامه محمد قالك فتوى ضالة مضلة من خالد الجن دي لحمة كلاب حرام أكله والكلب نجس باتفاق الغالبية الكاسحة من جمهور الفقهاء ولا يعني ذلك عدم الإحسان إلى الكلاب الضالة ولكن يعني ذلك عدم الاستماع إلى فتاو الكلاب الضالة اللهم اشل لسانه وأركانه واجعله عبرة لمن يعتبر ده منال قيت لك شيوخ غر عرر بتهين الشعب المصري دي منال فيصل الغمدي قالك تزامنا مع الأزمة الاقتصادية في مصر خالد الجندي المطبل للنظام السيسي المجرم يروج لفتوى تبيح أكل لحم الكلاب ليأكلها هو وأسياده العسكر استغلال الدين يا حضرات استغلال الدين يا حضرات أنت عايز من إيه بتكلمني في إيه دلوقتي مش عارف يعني طب ما تقول لي جماعات الإخوان وأزنابهم من السلفين بيروجوا فتاوة مجذوبة على لساني من أجل التشكيك في الدين يا عم أنت حد روج عليك حاجة يا عم ما حدش روج عليك حاجة والله ده أنت اللي قيلها ده فيديو علي حال استغلال الدين لتبريل الأزمة الإقصادية مش بس المسلمين لا الدين يا حضرات مسيحيين ومسلمين وزي ما المسلم الدين عنده حتة طرية كده وحتة دافية قوي عند المسيحي نفس القص سدقوني أكم من قساوسة ضحكوا على الشعب المسيحي على المسيحيين بكلام فارغ عشان بس يضمنوا مكانتهم عند السلطان ده اللي حصل مع الشيوخ برضو نشوف مثلا توضرس اللي كان بيقول لهم من فترة رب وعيالكم على قلة الاستهلاك وده الفيديو أهو تفضل يعني نمر واحد لما تيجي في التربية وإحنا بالربي ولدنا لازم نربيهم حاجة اسمها تربية الشبع أنا أصد بالشبع هنا الشبع ضد عوامل الاستهلاك من السمات اللي موجودة في المجتمعات الحاضرة موضوع الاستهلاك استهلاك كل حاجة الطبيعة يعني الجبل اللي بناخد منه شوية رخام شوية رخام شوية رخام بعد شوية يخلص طب الأجال الجاية هتعمل إيه الأرض اللي بنستنزفها بالزراعة أو بالاعتداء عليها ما بعد شوية مش هتدي إنتاج كذلك الاستهلاك في البيت في أمور ملهاش لازمة ملهاش قيمة ممكن استغناء عنها تربية الشبع أنا ما عنديش مشاكل مع الكلام ده خالص على فكرة خالص زي ما عنديش مشاكل مع كلام سعد الضلالي إن النبي والبيت النبوة كان الدنيا فقيرة معاهم ولا عندي مشكلة مع الأخ كنتاكي إطلاقا ما هم بيقولوا كلام منطقي إنما هو الفكرة توظيف الكلام ده ليه هم بيوظفوا لصالح السلطان يعني كل دول مسلمين ومسيحيين بيستغلوا كلمة حق فعلا بس الخدمة السلطان الجائر لتنويم الناس وده اللي خل كارل ماركس يقول كده بالنص الدين أفيون الشعوب أفيون أفيون آيس يتحك على شعب وتضله خشينه من باب الدين خاصة شعوبنا العربية خش كده من حيث الدين مسيحي أو مسلم هيكل وهيجيب معاك هتكسب الناس قوي خش من ناحية إنك انت تقي متقي ورع وإنك انت مقطع حصر المساجد صلى ومقطع عملة الكنايس عبادة بس مالكش دعم الباقي بقى الباقي خلصت يا معلم ولما يسألوك عن برنامجك ليه فشلت بعد عشر سنين اطلع قلهم حكمة ربنا ربنا عايز كده ربنا لو عايز يغنينا كان جاب لنا جلاد الدهب زي ما قال عبد الناصر ما فيش حاجة اسمها برنامج برنامج ايه ده احنا ماشيين على سكة حد ضامن يمشي امن ما فيش حد ضامن لما يسألوك ليه فشلت وجوعنا قلهم اقدروا الله يلا بقى شككوا في قدر ربنا رغم من الدين في حقيقته كلمة حق عند سلطان جائر رغم من الدين في حقيقته محاسبة الحكام دول وتقويمهم مقاومة الحكام ضد تجويع الناس وازلالهم وتركعهم زي ما بيقول الشيخ لا بلاش الشيخ زي بيقول البرلمان الليبرالي عبدالعليم داود بتاع حزب الورد اللي قال الكلام دا اسمع أنا من مرحب أفقار أفقار الشعب المصري إلى مرحب إسلام الشعب المصري بخلال تكاول طرار صلموا كلمة تكاول وصلموا كلمة طرار لكي أنا معرفة زيب الشعب علشان يأخذ تكاول طرار رجوية تنسيلي تبليحي خمس خلال جليل يجبطو مصري فت النعاطة الشعب اللي بقول على يطلق نبقونش على قصر خمس خلال جليل يجبطو لعقا الفتر تبليحي أفقار الشوالي أي شعر كبار بس تساعد تحقيق الوائس الباحي اللي بفت وميز أفقار الشوالي أفقار 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 بلقصر بي أفقار 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 الموضوع مش محتاج يا حضرات عمة أو داء عشان تعرف أن الظلم جريمة دينية وإنسانية وقانونية هم هم نفس الكتاب هم هم نفس الإعلاميين هم هم دول نفس رجال الدين اللي وقفوا ضد الدكتور مورسي ومقدرواش يستحملوه شهر شهر 12 شهر 11 شهر وأي حادثة كان بتحصل كانوا بيحكموه دينيا إزاعة القرآن الكريم كانت شغالة على الدكتور محمد مورسي بتحزمه كأنه عمر بن الخطاب التلاتة اللي اتنين دول كانوا بيحزموا وبيقولوا للدكتور مورسي إن احنا هنحكمك وقضم ربنا بعد عشر سنين ومئة وسبعين مليار ديون وإفقار للمصريين قلبوا الدفة وبقى الشعب هو المشكلة إفقار الناس بقى بالنسبة لهم قدر خلاص ما ينفعش بقى تقف الناس يتكلمها بمنطق لأنك لو عايز تسمع رأي الدين فعلا في الناس دي فأرجعك لكلمة الشيخ محمد الغزالي رحمه الله للمرة التانية اللي قال بالنص إن أي دعوة تحبب الناس في الفقر هي دعوة فاجرة ده الشيخ محمد الغزالي بقى أي دعوة أو كل دعوة تحبب الفقر إلى الناس أو ترضيهم بالدون من المعيشة أو تقنعهم بالهون في الحياة أو تصبرهم على قبول البخس والرضى بالدنية فهي دعوة فاجرة يراد بها التمكيل للظلم الاجتماعي وإرهاق الجماهير الكادحة في خدمة فرد أو أفراد وهي قبل ذلك كله كذب على الإسلام وافتراء على الله من كتاب الإسلام المفترع عليه أي دعوة تحبب الناس للفقر هي دعوة فاجرة الخلاصة أن الدين على يد مشايخ السيسي بيتحول من درهم الحقي في محاسبة الحاكم وتوعية الناس وإعلاء كلمة الحق وأفضل الشؤداء حمزة ورجل قام إلى حاكم ظالم فأمره فنهاه فقتله بيتحول دا إلى تبريد للجوع والمجاعة وأكل ورق الشجر وربنا يخلي السيسي ويخرب بيت الشعب وهي دي المعادلة وعلى فكرة أجداد دول اسمع ده أنا ممكن أعملك ليالي عليها التاريخ موجود أجداد دول هم اللي تغنوا بكل حاكم ظالم دخل مصر يا راجل ده أجداد دول أجدادهم وقفوا مع الغوري ضد السلطان سليم بعد أسبوع كانوا بيتغنوا بالغوري بالسلطان سليم وبيشتموا في السلطان الغوري بعدما مات هم هم بالخطب بنفس الأسماء هم هم وهذا الفاجر هذا الطاغية لا يحتاج إلا جنرالات ما عندهمش ضمير وإعلمين كلاب سوقة بيضلل الناس ورجال دين يحللوا الكفر أو على رأي الشاعر خلاص بقى يا أهل مدينتنا هذا قولي انفجروا أو موتوا رعب رعب أكتر من هذا سوف يجي لن ينجيكم أن تعتصموا منه بأعالي جبال الصمت أو ببطون الغابات لن ينجيكم أن تختبئوا في حجراتكم أو تحت وسائدكم أو في بلاعات الحمامات لن ينجيكم أن تلتسقوا بالجدران إلى أن يصبح كل منكم ظلاً مشبوحاً عانخ ظلاً لن ينجيكم أن ترتدوا أطفالاً لن ينجيكم أن تقصروا هاماتكم حتى تلتسقوا بالأرض أو لن ينجيكم شيء حتى يدخل أحدكم في سم الإبرة لن ينجيكم أن تضعوا أقنعة القردة فانفاجروا أو موتوا انفاجروا أو موتوا